خلال يوم الجمعة تواصل لتهط الأمطار تقريبا على كافة المناطق الداخلية والهضاب وتكون تحت وقارعود مع هبوب الرياح قوية على الواجهة الغربية مع بعض الأمطار المتفرقة على السواحل واجواء مغشات على المناطق الوسطى وكذلك السواحل الشرقية لتلتحق الأمطار خلال الليلة بينما أجواء مستقرة على الجنوب مع هبوب الرياح قوية على مرتفعة الهجار والتحسيلي خلال يوم السبت نهاية الأسبوع ننتظر بحول الله بعض الأمطار المتفرقة على الهضاب العلية الغربية والوسطى تكون تحت وقارعود على شكل زخات على المرتفعة الداخلية الشرقية أجواء مغشات على المناطق الشمالية مع هبوب الرياح قوية السحب ستزداد كثفة خلال الأمسية مع بعض الأمطار خلال الليل على وجه السحلية الوسطى أما خلال يوم الأحد بحول الله الأمطار ستخص تقريبا جولا مناطق الشمالية تكون تحت وقارعود على شكل زخات على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب الرياح قوية على المناطق الوسطى والغربية أجواء مستقرة على الجنوب عدى السحب العادية ستخص منطقة الوحات درجات الحرارة تتراوح ما بين العشرين إلى غاية الواحد والثين درجة على الشمال وما بين ثلاثين إلى غاية الوربعين درجة على الشمال